انا ما قدتش جاي اتكلم بس هو احمد زنقني يعني. انا جاي امدي وامشي. انا اسم محمد ابو الناجة مهندس اشتغلت في فوري وبكريم وبحالا واسست مجموعة شركات في مصر والميدل ايست. وعندي صندوق صغير في التكنولوجيا المالية واكسلريتر. وعندنا صغير برضو. انا في بعض الشركات. اه اظن الدنيا بتتغير خالص دلوقتي في المنطقة هنا. المنطقة هنا بقت اه بعد الكورونا والكوفيد بقى فيه كبير قوي. فمنلاقي مثلا زي بتاع فودكس مثلا بتاع السعودية نصه هنا. بنلاقي زي بتاعة منافع اه في السعودية جزء كبير جدا منه هنا يعني همش قادر راحة بس يعني الموضوع ما بقاش مصر. واحنا عندنا كزا شركة بتلاقي في بلد والفي بلد وكل حاجة في بلد. وطبعا العملة بتاعتنا لطيفة جدا اخر فترة فبنلاقي ان مسلا عملة زي العملة العماني او الكويتي قسرت دخلها قسرة الميت جينية يعني. فطبعا ما بقاش منطقي. والاكسبانس بتاع الحياة ما بقاش منطقي في المقارنة. فانا بصراحة يعني مش عارف قوي الناس الموجودة هنا لو كله في مصر الفترة الجاي هيبقى شبه مستحيل يعني. لغير لو في حاجة او في فكرة بيتعمل مختلف تماما ان هو يقدر ينافس ده. يعني هديكم مثال مسلا احنا عندنا في واحدة من الشركات. اه حد كان انا هبقى صريح شوية فلو اه حد زي وبياخد فوز كويسة جدا بالنسبة لسوق المصري. بس هو جاي لي قال لي انا عايز امشي. جاي لي حاجة في احدى الدول الخليجية. فقلت له طيب خلاص ماشي هنريتين يوم. فلاقيت ان السنة عندنا بعشرين يوم في العقد اللي هو جايبه لي. فطبعا اه وقفت كده مش عارف يعني حل الموضوع ازال. فقلت له لا ربنا يوفقك يعني. ولو هم عايزين حد تاري يخدني معاك. فهي الفكرة ان الجاب عمالة تقوس على الاسف الشديد بشكل شرس. وانا كنت لسه بتكلم مع مصلحي. مصلحي بصراحة انا بحبه جدا وبشوف اللي بيعملو في عائرد عظيم. وبيفرق جدا. انا اه بجوج في برنامج اسمه بيبان. اللي هو زي بس ال جي سي سي فيرجن. فبنعملو في البحرين. فبيحاولوا يبنو كروس بوردر بلاتفورم. هنتكلم عليها حاجات بعدين. ده هيبقى مهم قوي لانه ما بقاش فيه منطق في فرق الاسعار. خليني برضه بقصادق يعني. والحياة بتغلى بشكل سريع قوي. ومهما كان سريع عمره ما هيكيب اكد. اه فالحل الوحيد هو ان يدخلق اه كائنات ممكن تبقى جزء من الحل. انها هتعمل اه من بلاد لبلاد اخرى. ويتعمل بقى يعني يبقى شخص مسلا عايش في مصر اه اه شغال على في السعودية بس هو بدل ما بياخد السعر بتاع السعودية بياخد او بتاخد ستين في المية من سعر السعودية اللي هو مسلا تلت او اربع مرات سعر مصر. وانا اصلا فمتحيش شوية للانجينيرز وبشوف ان مش مهمه وقفين. والاسعارهم زابق جدا في اخر فترة. فازن برضو ان دي هتفضل تبقى مشكلة. فبس عشان ما ما ضلمش الدنيا خالص لان انا ضلمتها تماما دلوقتي. اه في فرصة كبيرة جدا في في فرصة كبيرة جدا في في الشخص يبقى موجود في مكان وبيشتغل في مكان. اه في فرصة كمان لما يسمع بالهايبرد اللي هو ان شخص مسلا يبقى بيروح تلات اربعة ايام في الشهر يشوف المكان او معاهم. انا كنت بشتغل في كريم كنت بدير مجموعة بلاد كان معي حوالي مية واربعين مدينة. ما كانوش كلهم في نفس المدن يعني. في بلاد زي مصر زي باكستان زي بنجلدش زي سريلانكا زي الهند. كويسة جدا انها تبقى لبلاد الملاقة الملاية فيها اعلى والعملة فيها اعلى. وفي بلاد ما فيش منطق ان يبقى فيها يعني. يعني مصر بلد كويس جدا ان يبقى فيها يبقى فيها يبقى فيها بس ما فيش منطق انك تعمل زي ده في عمان مسلا او في كويت او او او. فازن ان احنا العالم بينفتح على بعضه. ما تبصوش على مصر. بصوا على المنطقة بالكامل. اه احنا رسمنا ان احنا مية وشوية مليون. فده هيفضل يطلع حاجات. انا كنت جزء من شركة اسمها فوري لو تعرفوها يعني. فوري احنا بدأنا سبعة تمن تنفار في شقة في المعادي صغيرة. النهاردة يمكن فيها سبعة تمن تلاف واحد. بقلت من الناس اللي بدأنا حالا كنا تلت تنفار النهاردة فيها سبعة وعشرين الف. فهي الارقام دي ما تعرفوش تعملوها في بلاد مش شبه مصر ومش شبه اندونيسيا ومش شبه الهند ومش شبه كده. وده بيدر دخل على الناس دي بكميات كبيرة. او ظن برضو حاجة اخيرة هتكلم عليها عشان ما طلش. اه او الاسهم للناس مهمة جدا. ودي كانت من اسباب نجاح كريم ومن اسباب نجاح حالا ومن اسباب نجاح شركات ان الشخص يحس ان عنده اسهم. مش مجرد مرتب وخلاص. لان المرتب السنة الجاية مش هيميك سنس. عشان بس نبقى واضحين. لغاية ما يحصل ما بين سعر الارض وسعر العقد. يعني النهاردة مسلا لو حد كان بيجيب عربية مسلا. العربية دي مسلا كان بمتين الف جنيه. النهاردة بقى بمليون ونص لو كان بياخد خمس تلاف جنيه عشر تلاف جنيه. عمره ما هياخد سبعين الف جنيه. بس العربية عملت سبع اكس الاسباب كتير بقى ممكن نتكلم فيها في وضون اخر يعني. فالحل ان يبقى في اسهم. فلما السهم ده يغلى يقدر يدخل الشخص ده فلوس تقدر نجيب. وده خلى الناس كتير قوي تهاجر الى الريل استيت. عشان البونس والكوميشنز وكده. آآ عشان يقدروا اللي هي شغلانة بعملها لانها بتدفع جامد جدا. وبتدفع عالي جدا. بونس بيوصل لسبع وتمان سنين آآ المرتب. ده مش موجود في في فتاعات كتير. فعشان بس نقرب الموضوع انا رأي ان لازم يعني الناس تبصوا على المنطقة. وتبص على الشغلانات اللي في المنطقة. وتستغل ان هنا في فرق عملة ان ده يكون آآ 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 جازب للناس دي انها تعمل هنا وتعمل هنا وتعمل هنا وتعمل هنا وحنا شغالين بالفعل مع مجموعة شركات على ده دلوقتي وهنا يكون آآ مصلحي وهايرت جزء من ده. واحنا في كاشكاوس داخلين نمضي مع مصلحي ان احنا احنا في كاشكاوس طلعنا سبعتاشر شركة ساعدنا سبعتاشر شركة. منها اسامة كبيرة في السوق زي الجامعية وزي وزي يعني منهم عشرة تقييمهم عالي جدا. وفيه شركات قفلت يعني. آآ فاحنا بنشتغل مع ان احنا نساعدهم يوصلوا للريتش. وانا بصراحة موجودش جاي النهاردة بس آآ يعني ربنا شاء ان انا كون موجود عشان محصوص ان انا قابلكو. هنواقع مع بعض. ولو في اي حاجة احنا تحت امروك يا شكرا. في عند عنده اي سؤال طيب انا عندي خمس دقايق. فضل. اه طبعا ما هو الشركة عبارة مجموعة بناء ادمين. لو البناء ادمين وبيشتغل مع بعض كويس هتكبر. لو البناء ادمين ما بيتحبوش بعض وبيتخانوا مع بعض وبيأسفنوا في بعضها هتفشل. فوانا يعني دخلت برادفست الفين وسبعتاشر دخلت آآ مكسب الفين وتمنتاشر يعني معظم الشيكات اللي كتبتها كتبتها يا اول يا تاني يا تالت شيكيا. فبيبقى شخص واحد او شخصين. فاللعبة لعبة هو اهم حاجة او لو الشخص ده ما بيفهمش. هيدخل الشركة في الحيطة يا. وهو سي او هو ايه? هو سي اتش ار او يا. لاخر يا. هو بيهير يا.